أكد صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يشكله التنوع في أفاق الابتكار وإبداع الأفكار من أهمية للتأسيس عليها نحو فرص جديدة ذات قيمة مضافة وأثر مستدام بما يخدم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز بنيتها ونوها سموه بحرص البحرين على استدامة تطوير الكوادر الوطنية التي هي أساس للمواصلة في التنمية الاقتصادية بانطلاقة جديدة يلمسها كافة المواطنين وقال سموه لدى ترحيبه في قصر الإقضابية اليوم بالسيد رشاد بدر الدين وزير الصناعة والتجارة في جمهورية سيرلانكا الصديقة الذي يزور المملكة بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله برعاه تهتم دوما بالبناء على المزايا التي تتسم بها علاقاتها الدولية والإقليمية واتصالاتها الحيوية بدول الجوار الشقيقة بما يتوازى مع ما تحمله البنية الاقتصادية من مقاومات يعمل أبناء البحرين متكاتفين على مواصلة تعزيزها بمسؤولية ووعية وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تحرص على استمرارية البناء على العلاقات الممتدة مع منطقة جنوب آسيا التي تزخر بإمكانيات متعددة وواسعة للتعاون والتنسيق والتبادل الاقتصادي المثمر منوها بأفق العلاقات الثنائية مع سيرلانكا وما تحمله من إمكانيات للمزيد من النماء والتطوير وفي حديثه مع الوزير الضيف أشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالنموذج الإيجابي لجمهورية سيرلانكا في التعامل مع ظروفها وخلق واقع جديد استفاد من وعي الكوادر المحلية وحرصهم على صنع الفرص من صميم بيئتهم عبر مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية من جانبه نقل السيد محمد بدر الدين تحيات فخامة السيد ماهندا راجا باكسا رئيس جمهورية سيرلانكا وسيد رانيل وكريم سينجها رئيس الوزراء مقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من ترحاب واهتمام بتطوير علاقات البلدين الصديقين نحو أفاق أرحب منوها بما حققته زيارته الحالية للبحرين من نجاح في تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات النوعية